اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما كان اول منتخب بيصل لكودفار كان اول منتخب بيجلب بانتصار للعرف في كان 2023 المنتخب المغربي النهاردة بيوجه رسالة قوية للجميع ان رابع العالم مش جاي يهزر في كاس الامم وعايز يستعيد مجده الغائب من 1976 منتخب المغرب بيقدم سيمفونية مميزة وبيفوز النهاردة 3 لشيء على المنتخب التنزاني في مستهل مشوار قصود الاطلسي في الكان علشان يحاق اول فوز للعرب في البطولة وكذلك اول كلين شيد اتصار المغرب كان شاهد على بعض الارقام المميزة النهاردة من ضمنها ان يوسف النصيري اللي سجل الهدف الثالث في المباراة والخامس في تاريخ مشاركاته في او مع المغرب بشكل عام دخل النهاردة التاريخ بنجاحه في التسجيل فاربع نسخ متتالية بداية من نسخة 2017 وحتى النسخة الجارية دي وده اللي بحققوش اي لاعب مغربي قبل كده انه يسجل فاربع نسخ متتالية وفي نفس الوقت النهاردة النسيري اصبح قريب جدا من رقم الاسطورة احمد فراس الهدف التاريخي للكرة المغربية في كأس الامم برصيد ستة اهدف يعني النسيري النهاردة اصبح يفصله عن الانفراد باللقب هدفين فقط وبعيدا بقى عن الارقام التاريخية والاداء المميز والقوي للنسيري والمنتخب المغربي كان في مشهد طريفة اول نهاردة اوي نسيري النهاردة بعنوان صحف كده اول لاعب في تاريخ كرة القدم يحتسب له هدف وهو على دكة البودلاء تاني يوسف النسيري اول لاعب في تاريخ كرة القدم يحتسب له هدف وهو على دكة البودلاء طب ازاي الهدف اللي عمام حضراتكم ده النسيري سجلوا وبعد كده حكم المباراة احتسب الهدف تسلل وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي بيجاهز تغييره انه يخرج يوسف النسيري من الملعب فخرجوا والحكم كان احتسب الكرة ايه تسلل فالبار نده للحكم والنسيري خلاص بقى عدك فالبار قال للحكم لا اخد بالك الكرة ما فيهاش تسلل الكرة جول فالحكم صفر وشاور واحتسب الكرة جول زمايل وليد الرجراجي بيحتفله في الملعب زميل يوسف النسيري بيحتفله في الملعب وزميله على الدكة بيحتفله معاه هو على الهدف اللي سجله واقعد على الدكة كده مشهد طريف ما بيتقررش كتير في الكرة قعد على الدكة بيحتفل بهدف خرج الراجل واحتسب الحكم بعد كده الهدف بتاعه بعد اللجوء الى الفار من المشاهد الطريفا اللي ممكن نادرة ما تشوفها في كرة القدم انا قاعد عالدكة والرزق جالي لحد عندي رزق جالي لحد عندي جول اللي تحسب تسلل انا خرقت خلاص بقى مستبيع ومش هيتحسب لي الهدف وما سجلتش في المباراة وقاعد مريح ألاقي الحاكم مسافر جول انا سجلت هدف اللعيبة تيجي تحتفل معي مشهد من المشاهد الصالح الزريفة جدا في كرة القدم طيب دي حكاية في نفس المجموعة النهاردة المنتخب الزنبي والمنتخب الكونغولي بيخدموا المنتخب المغربي وبيتعادلوا اجابيا بهدف لهدف عشان ينفرد المنتخب المغربي بالصدارة بالمناسبة لكونغو كي يتافضل بكتير من المنتخب الزنبي في المباراة دي وضيعات العديد العديد من الأهداف السهلة يعني المنتخب الزنبي طلع كسبان طيب دي حكاية حكاية اليوم النهاردة بس اليوم بكرة أهم ليه اليوم بكرة أهم عشان في مصر وغانا في مباراة لازم منتخبنا يفوز بيها الحالة المعنوية جيدة تخطينا اللي حصل في مباراة موزنبيق مش هنقعد نتكلم عنه ومش هنقعد نكرره وخلاص اللي حصل حصل بداية ما كانتش جيدة بس نأمل ونتوقع ومتحمسين لبداية حقوقها غدا في مباراة غانا إن شاء الله العيبة كلها تبقى مركزة العيبة كلها تبقى فيقة العيبة كلها تبقى في حالة معنوية جيدة وفيها تكاتف والتكاتف ده هيدينا نقطة قوة وأفضلية كبيرة على المنتخب الغاني ممكن نتكلم على العناصر هنا وهنا هم عندهم عناصر قوية جدا احنا عندنا عناصر قوية جدا فممكن الأمور تبقى قريبة لكن على مستوى التكاتف والروح اللي في الفريق والمسندة الجماهيرية مصر تتفوق بمراحل ليه أحكي لك أحكي لك يعني الأجواء والكواليس في معسكر منتخب غانا قبل مواجهة مصر إن شاء الله الأجواء في معسكر غانا مش وردية زي ما انت فاكر يعني خالص خالص يعني لو انت متعادل مع موزنبيك وعندك نقطة ده طبعا أمر يعني ما كناش حابين انه يحصل لكن الوضع في منتخب غانا أسوأ بكتير طبعا بعد الخسارة أمام كابفردي فارد نخلي احنا معنوياتنا مرتفع عشان هما معنوياتهم في الأرض ليه في حالة حزن كبيرة جدا في غانا على مستوى الفريق وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى الجماهير اللي موجودة كمان مع المنتخب الغاني في كودفوار حزن شديد لدرجة إن الجماهير الغانية في كودفوار قالت احنا مش هنروح نحضر مباراة تاني المنتخب غانا أهو ده الخبر فقه وزارة الرياضة في غانا قالت لا لازم تبقوا موجودين في المدرجات وتسندوا غانا طب بصوا هندي الكل مشجع هيروح المباراة ربعمية دولار ربعمية دولار عشان ايه يروحوا يشجعوا منتخب بلدهم شفت الفرق نفرق كتير نقعد نتكلم احنا هنا على بصل الناس هنا في مصر بعض الجماهير بتبقى جماهير أندية مش جماهير منتخبات كلام حابة قد كده ولكن الجمهور بتاع مصر يساند منتخب بلده طول الوقت لدرجة ان غانا طلبت من مسؤولي كدهور ان هما يعملوا لهم تعزيزات امنية كبيرة في فندق الاقامة عشان الجماهير غانا ممكن تتهجم او تهاجم او تهتف في محيط فندق اقامة المنتخب الغاني فطلبوا تعزيزات امنية سواء في الفندق او في ملعب التدريب ده هيحصل معنا اكيد لا اكيد لا طيب دي حكاية حكاية تانية اساطير غانا بقى احنا هنا عامين ندعم منتخبنا ونشجع منتخبنا ونساند منتخبنا ونقولنا تخطى اللي حصل في مبارات موزنبيك اساطير بقى المنتخب الغاني ومنهم دان قوسو واحد من اهم اساطير المنتخب الغاني هاجم بشدة المدرب وهاجم بشدة اللاعبين وهاجم بشدة المنتخب الغاني هو ومعه باقي اللاعبين السابقين في المنتخب الغاني ده على مستوى المعنويات على المستوى الفني فالنهاردة المديل الفني للمنتخب الغاني اكد انه مشاركة محمد كدوس في المباراة غدا محمد كدوس هو النجم الأول للمنتخب الغاني في مباراة منتخب مصر محل شك مش أكيد يعني خمسين خمسين راجل عنده إصابة لسه مش جاهز مية في المية فلسه ما خدش قرار بمشاركته في مباراة منتخب مصر أو لا ووارد إنه ما يشاركش وارد إنه ما يشاركش في المباراة وده نجموهم الأول ده واحد من أهم النجوم جوردان آيو واحد من كبات منتخب غانا النهاردة في المؤتمر الصحفي هاجم من ينتقد لاعب المنتخب الغاني والجهاز الفني وقال لهم أنتو بتنتقدونا ليه دلوقتي استنوا لما نخرج من البطولة إحنا لسه لاعبنا مباراة واحدة ولسه مكملين ليه بتنتقدونا دلوقتي وطبعا هو كان صغطه في الكلام زي ما أنا بتكلم كده كان فيها عصبية شديدة جدا منتخب غانا عموما مع مديره الفني الحالي عنده أرقام سلبية بالجملة الأرقام هي مع كريس هوتن منتخب غانا لعب عشر مباراة مع كريس فاز في أربعة تعادل في اتنين وخسرة في أربعة سجل تسع هدف استقبل كم هدف بقى في العشر مباراة اتناشر هدف يعني المعدل أكتر من هدف في المباراة الواحدة خرج في المباراةين فقط بشباك نظيفة يعني ان شاء الله دفاعهم سهل دفاعهم سهل اختراقهم طبعا العشر مباراة دي في منهم مباراة سهلة جدا المفروض أصلا المنافسين فيها ما كنوش يوصلوا المرمى المنتخب الغاني فهو دفاعهم هش جدا ان شاء الله نوصل له بسهولة فغانا ظروفهم مش جيدة ولكن هحكي لك موقف هحكي لك موقف شوف انا هحكيت لك انه معسكر منتخب غانا او ما يوحيت بمعسكر منتخب غانا في منتخب السوق سواء على المستوى الفني او على المستوى المعنى والجماهي دي ودي فرصة عظيمة لنا فيه تصفيات كاس العالم اللي كان فيها بوب برادلي 2014 تقريبا اه 2014 تصفيات كاس العالم 2014 كاس العالم 2014 كان فيه مباراة بين منتخب مصر وغانا في كوماسي مباراة فاصلة نتيجتها خلصت للأسف يعني وهي مباراة ما تتكررش لو اتعاملت ألف مرة ما كانش يحصل اللي حصل فيها ومنتخبنا خسر ستة واحد وخرجنا من التصفيات ومساعدناش كاس العالم 2014 انا كنت موجود في كوماسي وقتها طبعا انت زمانك دلوقتي بيقولها اهو سامعك وطوله الشك كان وحش اهو نصيب بس كان فيه لهاس كتير يعني مش انا الواحد كنت موجود ساعتها في كوماسي مع المنتخب وكنت قاعد في الفندق اللي بيقيم فيه المنتخب الغاني ركز معا في الكصة دي بقى الكصة دي مهمة فبطبيعة شغلي كنت بروح دايما لفندق قامت المنتخب المصري باخد لقاءات بشوف الأجواء كانت الأمور وكأنها ثكنة عسكرية ما فيش تصريحات ما فيش خروج للعبين ما فيش تصوير والتزام وتركيز حتى انا وقتها تلعت وقشدت وقلت معسكر منتخب مصر مثالي انا قاعد فين بقى قاعد في الفندق اللي قاعد فيه لعبي المنتخب الغاني والله والله انا كنت بناب قبل لعبة منتخب غانا يعني مساءة اطلع انا من الساعة 10-11 بالليل هما كانوا ممكن يناموا 12-1-2 بالليل واقعدين تحت في الوتيل وهزار وضحك ومقابلات وصحاب كل حاجة فانا ايه قلت ايه ده احنا هننزلنا كلهم ده ما فيش التزام بجنيه فيش ما مش ملتزمين خالص واحنا ملتزمين زي الفل ورغم ان هم ما كنوش ملتزمين خالص واحنا كنا ملتزمين جدا حصل اللي حصل في هذه المباراة فاللي انا قلت من شوية عن اجواء صعبة بيعاشها المنتخب الغاني في معسكره قبل المباراة مصر ما ينفعش ابدا تبقى مؤشر لشيء بس لو احنا اكتهدنا وركزنا وعملنا مباراة محترمة ان شاء الله ان شاء الله الفوز هيكون مؤكد بس ما نقولش ايه يا عمد دول مشاكلهم اكتر من مشاكلنا بكتير فاحنا كايك هاي كذبانين لا ما فيش الكلام ده احنا لازم نكتهد لازم نشتغل لازم نتعب واكيد منتخب غانا اقوم من منتخب مزنبيق اكيد بس احنا عمرنا ما هنزهر وخليك فاكر اهو انا بقول لك اهو من دلوقتي خلاص احنا فضل لنا كم ساعة عشان مش هغير كلامي بكرة خليك فاكر انا قلت ده ومش هغيره بكرة يعني لو حصل لقد ضلق اي شيء ومش هحصل بإذن الله بكرة حاجة مش هاجي بكرة غير كلامي منتخب مصر عمره ما هيزهر بالشكل السيء اللي ظهر بيه في مباراة موزنبيق ابدا دي حالة بتحصل كل كم سنة ليه ان انت كان عندك عشر لعبين في التشكيلة الاساسية معاهم اللي نزلوا كبودلاء كانوا خارج المستوى تماما وده ما بيحصلش في الكورة انت عادة الممكن تلاقي واحد وسط مجموعة ما كانش في مستوى اتنين بالكتين ما كانوش في مستوىهم لكن عشرة في الفريق مع البودلاء يعني اقول مثلا 13-14 واحد ده مش هيحصل ان شاء الله بكرة هعملوا مباراة كبيرة روي فيتوريا المدير الفني دي منتخبنا الوطني قال النهاردة انه ممكن يبقى فيه بعض التعديلات في التشكيل الاساسي امام غانا بحسب معلوماتنا هنا في رقم 10 فيه اتنين مرشحين جدا للدخول فيه التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر مران عطية وامام عشور اتنين دول قريبين جدا من الدخول في التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر لسه ما فيش حسب مكان مين هالمكان زيزو هالمكان النيني هالمكان حمدي فتحي لسه ما فيش حسب بس غالبا مرار عطية وامام عشور هتشوفهم بكرة في التشكيلة الاساسية لمباراة غانا تعالوا نسمع جزء من تصريحات روي فيتوريا قبل هذه المواجهة ونرجع نكمل غدا لدينا مباراة صعبة ولكن الاهم هو ان نكون منضبطين في قراراتنا التكتيكية وان نكون اكثر شراسة في لعبة لاعب امام لاعب واحد على واحد لاننا فقدنا تركيزنا في مرحلة من مراحل المباراة السابقة اذا المباراة المقبلة نحن نعرف اننا سنواجه لاعبين رائعين و منافس قوي جدا واذا لم نتمتع بهذا القدر من التركيز فان الامور ستكون صعبة علينا ان نحسن من ادائنا في الدفاع نحن نعرف ان لدينا نقطة وغانا بدون نقاط ولكن نوعية الفريقين نوعية كبيرة ونوعية اللاعبين ايضا نوعية جيدة جدا هؤلاء اللاعبين في غانا يلعبون في فرق كبيرة ومنافسات كبيرة وبتأكيد هم جاهزون لهذه المباراة ونحن كذلك نحن لا ننسى نتائج الماضي وغانا لا تنسى شيء بشأننا نحن انا لا اؤمن ابدا ان ما سبقه سيؤثر على مجريات المباراة هذه المباراة في اطار المجموعات بعد ان يصفر الحكم وتبدأ المباراة هذه حياة مختلفة وطريقة مختلفة علينا ان نكون جاهزون لكل السيناريوهات المقبلة اللي اختصر اقول نحن جاهزين لهذه المباراة الجو لا من نسبة لنا خلاص احنا تعاودنا على موضوع الجو باننا جينا قبل قبل البطولة بخمس ايام اه فيه خطوبة عالية بس خلاص احنا برضو بللعب قدام المنتخبات التانية هم بالعاوة نفس نفس في نفس الجو برضو ما فيش حاجة يعني ما عندناش حاجة من موضوع الجو هم بالعاوة نفس في الجو عجبني جدا تحديدا تصريحات محمد الشناوي وهو بيقول انه ابدا ابدا موضوع الرتوبة والحالة دي مش هتكون مبرر لنا في هزي البطولة حلو وده اللي احنا متأكدين منه وفاهمينه ودايما بتكرره لعيبة منتخم مصر لعيبة كبيرة خبرات كبيرة وتعرض له لزروف زي دي كتير قوي فمش المفروض ابدا نتكلم على الظروف دي هي علينا وعلى المنافس ان شاء الله نتخطها بإذن الله طيب معي عبر زوم الان هنريك بيدرسن المدرب الحالي ليه نادي شيفلد الانجليزي والمدرب السابق ليه فريق بيتسل الدنماركي اللي لعب ليه وسام ابو علي نجم النادي الاهلي الجديد اللعب الفلسطيني الدنماركي يا فندم بقا مش هرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا لك قبل ما سألك على وسام ابو علي تحديدا كونك دربته من قبل وهو منضم حديثة للنادي الاهلي المصري هسألك في البداية عن كأس اللهم الافريقية هل تتابع البطولة أنا كنت أتابع الفترة الماضية ولكن خصوصا ككشاف لنادية نعم نتابعها بالفعل خصوصا ككشاف لناديك هل تتابع ككشاف لناديك منتخب مصري تحديدا هل تبعت فيها المباراة الماضية من موزمبيك نعم لكن أنا آخر مرة تابعت كان في كأس العالم طيب هسألك على ويسام أبو علي كونك دربته من قبل في الديرمارك رأيك في مستوى وتوقعاتك لما يمكن أن يقدمه مع النادي على أهلي المصري في رأيي الشخصي في ويسام حينما أتى إلى نادينا الجميع كان يعرف أنه موهبة كبيرة ولكن الجميع أيضا كان يعرف أنه ولكنه ليس في أعلى مستوى له ولكنه كان لعبا واعدا وبالنسبة لي كانت قدراته غير محدودة وما يريده كان مهم جدا وبالنسبة لي ويسام كان لعبا رائعا كان لديه كان لديه المهارات والسبات الشخصية والفنية واندمج مع الفريق وفلسفة الفريق بشكل سريع ويؤدي ما يريده المدرب خصوصا بكرة القدم هو مهاجم رائع في هذا الجانب لأن ويسام لديه الجودة كبيرة ولديه الفعالية في المباريات هو 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 فينشر رائع على مستوى الإنهاء هو هو جيد جدا في في اللعب الجماعي ويناسب ويناسب جميع الخطب بسبب مهاراتها الكبيرة ومن ناحية الشخصية أعتقد أعتقد أنه أن ويسام شخصية رائعة هو يستطيع يستطيع أن يتطور أستطيع أن الأهل سيساعده أن يطور نفسه ويجب عليها أن يكون لعبا أقوى ليظهر مهاراته على الملعب ويحقق النجاحات الكبيرة أعتقد أن هذه خطوة ناجحة وأنا سعيد لويسام لهذه الخطوة طيب أنا عايز أوف لحظة عند قدراته الشخصية وأنت تحدثت عنها بإشادة كبيرة جدا النادي الأهلي بعيدا عن كل الأندية اللاعب ليها ويسام وبعلي بحسن ما أنت تعلم أو لا تعلم يعني فالأهلي لقوا الشعبية الأكبر في مصر وفي الوطن العربي وفي الكرة الأفريقية والضغوط دائما تكون كبيرة على كل اللاعبين هل ويسام من نوعية اللاعبين التي تتحمل هذه الضغوط الكبيرة خاصة مع كامل احترام لكل الأندية اللاعب ليها مش بحجم الجماهيرية الخاصة بالنادي الأهلي نعم أعتقد أن نوسام سيتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد بالطبع هو لم يجرب ضغطا كبيرا مثل هذا من قبل في الأندية التي لعب لها لا يمكنك أن تقارن الأندية التي اللعب لها أو أفضل دوري في الدنمارك بالضغط الذي يمثله له الأهلي الآن ولكن مهاراته الشخصية هي جيدة جدا كالمصال الإنساني وهو رائع جدا في هذه الأمور الشخصية يستطيع أن يطور نفسه وينمي نفسه وهو مستعد على ما أعتقد لهذه الفرصة لأن هذا تحدي واختبار كبير جدا له أن يكون في نادي كبير كهذا ولكن أنا واثق في مهارات وسام واثق أنه بمهارات أيضا في كرة القدم سيؤدي عملا كبيرا معكم أثناء تواجده مع فريقك في الدرمارك تعرض وسام لمشكلة في القلب وسقط في الملعب هل ممكن توصف لنا وقتها كان تشخيص هذه الحالة وهل هو يعاني من أي مشكلة في القلب أثناء لا وسام حتى لا وسام ليس لديه أي مشكلة الآن ممكن تكرر السؤال مرة أخرى أثناء تواجده مع فريقك سقط على أرض الملعب بعد أيام قليلة من أزمة ريكسن الشهيرة وتصور الناس أن اللعب لديها أزمة قلبية هل فعلا وقتها كانوا يعاني من أزمة قلبية أم سكوط لأسباب أخرى هل يعاني من مشكلة في القلب بشكل عام أولا في البداية كان موقف صعب علينا جدا للجميع وخصوصا لوسام كنا سعداء جدا حينما عاد لفريق وكن سعيدا عندما عرفت أن لا شيء خطير بالأمر وأن هذه كان أبرا صعبا على وسام ولكن تعافى وهو الآن أقوى مما كان بكثير هل للتأكيد هل هي كانت مشكلة في القلب أم سقط لأسباب صحية أخرى يعني كان في مشكلة عنده في القلب سبب سقوطه أم كانت مشكلة أخرى أنا لست مختصا في الأمور التبية ولكني أقول أنها كان موقف صعب ولكن بعد ذلك وسام أصبح لائقا معنا وكان قلبه وجسده سليما وأنا كنت سعيد ولا زلت سعيد بسبب هذا هل تتوقع نجاح كبير لو سام مع النادي الآلي هل تتوقع عودته مرة أخرى لأوروبا من بوابة النادي الآلي نعم أعتقد ذلك أعتقد أنه سينجح بشكل كبير مع النادي ومع الفريق وأنا مقتنع بهذا لأنه قوي قوي جدا على المستوى الذهني وليس فقط كرة القدم هو لعب سريع هو لعب جيد على المستوى الضغط وهو لعب جيد أيضا على المستوى التكتيكي وجيد مع الاندماج والانسجاب مع كل الخطط يمكنك أن توظفه في أي مكان وهذا ما يميزه كان جيدا في التأقلم سريعا مع كرة القدم في السويد وأعتقد أنه سيكون سريع جدا في التأقلم مع كرة القدم المصرية فأنا متأكد أنه سيحقق نجاح كبير مع ناديكم عايزة أسألك واستغلت وقتك في إنجلترا وسألك تحديدا عن محمد صلاح كيف المسيرة التي قدم محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية لا أعتقد أني سأحتاج كلمات كثيرة لأتكلم عن هذا الأمر الجميع يعرف كيف كيف محمد صلاح مع ليفربول وما حققه من إنجازات هو لعب سريع ولاعب ممتاز في مهارة الواحد على واحد هو لعب هو لعب غير عادي بالمرة وأعتقد أن محمد صلاح مصدر إلهام لجماهير كرة القدم في العموم وليفربول بالخصوص فأعتقد أنه لعب رائع بمنسبة الدوري الإنجليزي هل وسامة أبو علي من اللاعبين القادرين على اللعب في الدوري الإنجليزي في المستقبل هل هو من نوعية اللاعبين التي تستطيع اللعب في البريبيا الليج أعرف أكثر من نادي كان مهتما بوسام وحتى نادي الحالي شيفلد فأعتقد أنا أنا متأكد أن هذه خطوة لوسام وأنها خطوة صحيحة وأنا متأكد أيضا أنه سيحدث خطوة أكبر في المستقبل وأعتقد أن الكثير من الأندية في أوروبا ستكون مهتمة به في المستقبل ما عليش عشان أسمع المعلومة مرة أخرى أنت بتقولي أنه نادي شيفلد كان مهتم بوسامة أبو علي وعدد من الأندية الإنجليزية لا لا أستطيع أن أقول المزيد من هذا ولكن أعرف أن كان يوجد اهتمام كبير بوسام ولكن أيضا وسام كان مقتنع تماما أن الذهاب إلى نادي أوروبي كان كان أمرا قويا كبيرا لا ولكن هو فضل أن يذهب إلى هذا الاتجاه أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 بشكرك شكرا جزيلا هنريك بيدرسن المدرب الحالي نادي شيفلد نادي شيفلد المدربين المساعدين نادي شيفلد وكشفين نادي شيفلد المدرب السابق للفريق منستل وسامة أبو علي أنا كلمت مدربه في السويد ومدربه في الدرمارك دلوقتي وتشوف التقليل اللي مكتوب عنه في الدرمارك وفي السويد كل الناس تتحدث عن موهبة كبيرة جدا لاعب بإمكانيات كبيرة جدا راجل بيقول لك كمان دلوقتي معلومة أول مرة نسمعها إنه شغال في شيفلد هو قالك شيفلد كان مهتم بيه وعدد من الأندال الإنجليزية كانت مهتمة بيه فواضح من قولة لاعب كبير هتقول لي أنا هيكسر الدنيا مع النادي الأهلي أقول لك والله هتعلمنا من الدرس ونقول الله أعلم الله أعلم هل نقولك بس المعلومات لحوالين اللاعب ينزل أرض المرعب ونشوف ونشوف طيب نرجع تاني لمباراة الغد بين مصر وغانا من شوية كنت جايب لك تصريحات رؤيو فيتوريا قبل المباراة كريس هوتا المدرب مدرب منتخب غانا كان ليه أيضا تصريحات قبل هذه المواجهة نسمع جزء منها ونرجع نكمل كلامنا عندما تكون الفصل بين مباراة أخرى أربعة أيام يكون تكون الاستعدادات مزيج ما بين التعافي والاستعداد التكتيكي علينا أن نتعافى و يتعافوا لمدة يومين وبعدها نتدرب تكتيكي اللاعبين الذين لم يشاركوا في التسعين دقيقة سيتدربون الطبيعي في اليوم الثاني هنا نحاول أن نصل لحالة من التوازن في هذه المباراة مشاعري واحدة اتجاه اللاعبين عندما نخسر مباراة الأمور تكون صعبة دائما لأن كل مباراة ندخلها نخطط فيها للفوز وإذا لم نخرج بما نريده فالأمور تكون صعبة كل من شاهد المباراة الأولى كان قد رأى ريتشارد أنقذنا مرتين في مرتين وهذا ما نتوقعه من حراس مرمانا دائما علينا معنا ثلاثة حراس مرمى ومدرب حراس مرمى جيد جدا الكل يعرفه هنا ونتحدث مع الألعبين والحراس ونأتخذ قرارات ولكن فيما يتعلق بالأداء في المباراة الأولى كنا ممتنون جدا للكرات التي أنقذها ريتشارد حارس مرمانا وهذا شيء متوقع من أي حارس مرمى يلعب في فريق مثل غانا طيب تصرحات محترمة من الجانبين سواء مدرب غانا أو مدرب المنتخب المصري روي بيتوريا منطقي منتخبين كبار إن شاء الله يقدموا مباراة محترمة والأهم بالنسبة لنا إن منتخب مصر هو اللي يفوز بيها في النهاية ويضمن جزء كبير من الصعود إلى الدور القادم بإذن الله طيب الأستاذ خالد درندلي رئيس بعثة منتخبنا في غاءة في كودفوار كان له بعض التصريحات بعد مباراة مصر وموزنبيق والتصريحات يعني قال فيها إنه اعترف إنه بعض اللي عبين قسروا إنه كان فيه ظروف وكان فيه رتوبة وكان فيه أرض يعني كلم فيه أمور كثيرة جدا بعدها بعد ما قالي التصريحات دي تاني يوم كان فيه خبر من اتحاد الكرة المتوزع عند المواقع والصحف إنه الراجل بيدعم اللعبين وبيدعم المنتخب وإنه المنتخب ما بيقصرش وإن اللعبين ما بتقصرش بص أنا بقول لك كلمتين دول عشان هو النهاردة قاعد مع اللعبين فيه اللعبين الكبار تحديد محمد صلاح وحدازي وشناه وإنني ووضح لهم الأمر وقال لهم إنه بعض التصريحات نقلت منه بشكل غير دقيق وإنه ما يقصدش إنه يقول إنه هم أسروا وإنه هم لعيبة كبيرة وصف الأجواء مع اللعبين يعني فيه تفصيلة مهمة جدا جدا يعني عاداتنا جماعة إحنا مصريين كلنا يعني إيه مصريين كلنا يعني الأستاذ خالد دولندلي ده مصري محمد صلاح ده مصري وأنا مصري وحضرك مصري كنا عادة نفس الغيلة على منتخبنا يعني إيه يعني لما المنتخب بيقدي بشكل مش جيد كلنا بنبقى زعلنين زعلنين من الشكل زعلنين من النتيجة فده مش معناه ما بنساندش لعبتنا ما بنساندش منتخبنا فلما أستاذ خالد دولندلي يقيت لعيول والله لأ النهاردة حسيت أنه تفصيل بيقولها يا بني آدم مصري منفعل بعد المباراة على طول زينا بالزبط كلنا فكلا ما قلت لكم إحنا هننفعل ونفعلنا يوم المباراة وتاني يوم هدينا وخلاص اللي فات مات واللي جاي إن شاء الله يبقى أحسن وأحلى فجماعة كلنا طبيعي ولما بنفرح بنفرح قوي بنعمل الدنيا أفراح فخلوا الدنيا بسيط أنا بقول كده اللي عيبت منتخب مصري ما يزعلوش مرراجل وهو برضو يعني لو نصيحة مني يعني لو يقبل النصيحة لما يبقى في نتاج سلبية ما تطلعش بقى معها على طول ليه هيبقى عندك نفس الانفعالات بتاعتنا والمسؤول ما ينفعش يبقى عنده نفس الانفعالات بتاعت المشجع العادي فممكن تتكلم بعدها بيوم تطلع بيان توضح في خبر يعني تبقى وانت أكثر هدوءا يعني بس اللي بيخرج دايما هو منفعل احنا لما بنطلع عن المفعل احنا بنحب منتخب بنشجع منتخب مصر لكن المسؤول بتبقى الأمر مختلف بس في كل الأحوال هو لا ينمق أو يا جماعة يعني منمسكلوش على الوحدة عادي يعني بنفعل زي وزينا مصري يعني وخلونا كده نعيش أسرة بعضينا نحب بعض ندعم بعض نساند بعض إن شاء الله ربنا هيكرمنا طيب ده فيما يخص الأستاذ خالد درندلي وجلسته مع لعبي منتخب مصر السنائي زي ما قلت لكم مران عطايا وإمام عشور يقتربوا جدا من التشكيل الأساسية لمنتخب مصر أمام غانا في مباراة غد إن شاء الله وفي كل الأحوال عشان بس أقول لحضراتكم أنا قررت عليكم الخبر تاني عشان أقول لكم إن زيزو عمره ما هيظهر تاني بنفس المستوى اللي ظهر به في مباراة موزمبيك محمد إنني بش هيظهر بالمستوى اللي ظهر به في مباراة موزمبيك نفس الأمر بالنسبة لحمد فتحي مم عشور مران عطية مهند لاشين محمود حمادة كلهم يقدروا يملوا مكانهم في نص الملعب فهي حد يختاروا روي فيتوريا ما تقلقش وبلاش الجملة اللي هي بتاعت إيه آه كويس كويس أنا افتكرت والله وش ناوي مش محضرها يعني بس هي جت في دماغي دلوقتي وانا آسف ان انا هكون قاصي شوية في اللحظة دي يعني اي حد اي حد هيطلع دلوقتي هيطلع دلوقتي ويهاجم ويقلل ويسيء ويهين اي لاعب في منتخب مصر هو شخص غير جدير بالاحترام تماما تماما ليه؟ عشان انت كده بيدخون منتخب بلدك حرفيا منتخب بلدك بيلعب ومعه سبع وعشرين بطل ان شاء الله يشرفونا ما تقعدش تقول هو ازاي بيلعب فلان ده فلان ده بيعرفش يلمس الكورة ده ما بيعرفش يباصي هو فلان ده مش مصري زي يوم ما يلعب ده حسن من ده ومش عارف ايه الكلام ده ما يتقالش كده عيب يا جدع انت المشكلة مش المشكلة لا المصيبة ان اللي بيقول كده ممكن يكون لعب قبل كده المنتخب مصر تصور يعني عارف ايه متشارة المنتخب مصر يعني عارف كويس قوي المفروض الدعمي ازاي للاعب بتاع منتخب مصر عيب عيب ده منتخب بلدك يعني بص لما بنهزر وبنناكب في بعض في اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتي يتقول حسابة لعيب الاهل احلى والعيب الزمالك احلى والعيب الإسماعيلي اوحش والعيب المصري احلى والإسماعيلي احلى ده نعمله بيننا وبين بعض هنا وبرضه ننتقده ونتكلم عنه بس لأ لأ لعيب منتخب مصر لأ أي لاعب في منتخب مصر ماهنفقش في ح unl acuerdo نقول لا 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 ده وحش جدا هو زي ده تتاخد للمنتخب قصل ده ظلمه قصل انه يتاخد للمنتخب ده ما بيعرفش يباصل ده ما بيعرفش يجري ده ما بيعرفش يمشي يا جدا عيب ده لعب منتخب مصر حد ما تخلص البطولة وبعد البطولة تحترمه فقط تحترمه وجاية نظرك الفنية قولها بالمناسبة يعني مثلا ممكن اقولك ايه والله انا فنيا شايف ان امام عشور ممكن المباراة اللي جاية دي يعمل ادوار دفاعية وهجومية ممكن يبقى احسن من حمد فتح وانت تيجي تقول لي والله انا شايف ان لو مروان عطية في مركز رقم ستة ومحمد النيني دخل مركز ثمانية مكان زيزو ممكن وسط الملعب يتزيب دي كلها وجهات نظر فنيا نقولها كلنا اندردش فيها والمدرب يبقى دائما وابدا صاحب الرأي الاول والاخير وهو اللي في المعسكر وهو اللي عارف حالية كل لعب هو اللي يختار زي ما هو عايد بس ما فيش مشكلة اندردش فيها فنيا بس لا نسيء لأي احد من لعيب منتخب مصر عيب يعني مليش طولت في حتة دي كنت شعب الحساب والله ومش محبة الله ان انا اتكلم فيها بس جات في بالي دلوقتي فقولت فرصة افضفض معاكم ولو سمحتم انت وانت 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 وقى السادة المشاهدين اللي بيتابعوا تابعوا كل البرابة وتابعوا كل الناس وفرجعوا كل الناس كل الناس الاغلبية العظمة ناس محترمة بيتكلموا باحترام بس خليكم في الاغلبية العظمة دي بلاش الاقلية اللي انا دايما بقول عليهم ايه بيبيعوا بالطريقة دي والشغلقة بتاعتنا دي لو بقى فيها كلمة بيع تبقاش مش هقول حاجة خلاص يعني اللي بيشتغلها بيع كده وانه عارف انه الناس ممكن تشتري حاجات زي كده دول ناس والله هلا فيه مليون حاجة ينفع تتال عليهم بس مش هينفع اقولها بصراحة فارجوكم انتو كمان متتبعوش الحاجات دي متحترموش الناس دي متندلهمش مساحة الناس دي ما شاء الله احنا الحمد لله ربنا كرمنا في اعلامنا المصري سواء اعلام رياضي او اعلام عام بكثير كثير كثير من الناس المحترمين شوف انا بشتغل معاك اوه رياضة انا بقولك انه فيه عشرات الناس اللي بتشتغل في الاعلام الرياضي في منتهى الاحترام ومنتهى النبل في نقل المعلومات وابداء الاراء فارجو على الناس دي الناس التانية متندلهمش اهتمام عشان دول الناس اللي يوصلوا انهم ما يحترموش منتخب بلدهم مش من الطبيعي ان انت يعني دي حكاية زهير المترجي فاكرين زهير المترجي لاعب الوداد اللاعب قدام الاهلي اكتر من المرة وسجل في الاهلي كمان زهير المترجي فسخ عقده النهاردة او يعني خلال ايام القليلة الماضية مع نادي الوداد بالتراضي فسخ التعاقد خلاص اصبح لاعب حر اصبح لاعب حر احد وكلاء اللاعبين المغربة عرض اللاعب على نادي الزمالك وعرضوا ايضا على نادي بيرامد ده بحسب ما قالهن الوكيل المغربي قالهن احنا هنا في رقم عشرة انه ارسل لنادي الزمالك وارسل لنادي بيرامد لو مهتمين بضم اللاعب هو الوكيل ده عرض اللاعب على الكابتن احمد سينيمان المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك وجزالك الكابتن عبداللوحد السيد مدير الكرة خاصة ان الزمالك بيدور دلوقتي انه اتعاقد مع لعبين فري يعني ما يكلفوش النادي اموال للنادي الاخر يعني فهو الوكيل بلا عقد مع نادي اخر في نفس الوقت الوكيل المغربي بعت ايضا لممضوع عيد المدير التنفيذي لنادي بيرامد يعرض عليه اللاعب المترجي ولسه الكلام ما تحسبش بالمناسبة نفس الوكيل المغربي ينوي ينوي عرض اللاعب على النادي الاهلي بحسن ما بلغنا هنا فرقم عشر انا نبعدت للزمالك وبيرامد وانوي كمان ان انا زهير المترجي اعرضه كمان على النادي الاهلي بس لسه ما بعدش للنادي الاهلي طيب بصوا في معلومة وانا متعود معاكم على الامانة والصراحة يعني ايه يعني ما اقولكش المعلومة الا لما بقى متأكد منها مية في المية مية في المية بس هقولك اللي عرفته وهنبشي مع بعض احنا مع بعض مش هنروح من بعض في حات هقولك اللي عرفته في نادي كبير في مصر بحسن مع المعلومة جات لنا وانا مش هقولك اسم النادي الا ما تأكد مية في المية شوف انا واضح انا لحد ما دخلنا الهوى هنا انا وزمائلي بنحاول نتأكد من الخبر مية في المية بس عشان لسه في حتة نقصة مش هقولك اسم النادي انا كان ممكن اقولك اسم النادي هرميها وخلاص وهي ونصبها فيه ناس بتعمل كده اللي هرميها وخلاص اما شو بعمل كده في نادي كبير خلال ايام قليلة سيتعرض لاقاف للقيد في فترة انتقالات فترة واحدة في نادي كبير في مصر سيتعرض خلال ايام لفترة اقاف قيد واحدة من قبل الفيفا طبعا انت الوقت عميها تقول لي اسم النادي ايه والمشكلة ايه ان شاء الله لو ربنا لو ربنا قرمنا بكرة هقولك كل التفاصيل الممكن ان شاء الله يعني اسم النادي والمشكلة وايه اللي حصل بس احنا جاتلنا معلومة من النادي نفسه من النادي ده نفسه انه النادي تم ابلاغه شبهيا انه تعرض لاقاف القيد اتحاد الكرة لم يصلوا اي شيء حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وبين الامول لم ترتقي للشكل الرسمي فمش هنقولها الا لما ترتقي للشكل الرسمي دي حكاية انا بيعز علي اقولك المعلومة نقصة والله انا عايفة تسعب بتدائم الحاجات دي كمشاهد يعني بس انا عايزك تمشي معايا واحدة واحدة يبقى ماشيين مع بعض واحدة واحدة اللي عارفة اقوله لك على طول ما شروش معاه اقوله لك وبكرة لو في جديد اقوله لك برضو نعرضة في كأس الرابطة جولة السنية البنك الاهلي تعادل ايجابيا مع المصري البورسعيدي بهدفين لمثلهما تقدم ميدو جابر للمصري البورسعيدي في ديئة 38 وتعادل جرندو للبنك الاهلي جرندو لعب المصري السابق تعادل للبنك الاهلي في ديئة 53 وبعد كده عمر سعداوي سجل هدف الثاني للمصري في ديئة 58 هدف امام حضراتكم وتعادل احمد ايمن منصور للبنك الاهلي في ديئة 68 ايضا في نفس الجولة الجولة السنية من كأس الرابطة امبي بيفوز بهدفين مقابل هدف واحد على الداخلية علي فوز يسجل هدف الاول لامبي في ديئة 14 وبعد كده احمد سبيح سجل الهدف الثاني لامبي في ديئة 58 وسجل فنوم الفريد هدف الداخلية الوحيد في ديئة 62 هدف امام حضراتكم هدف لم يمنع الداخلية من خسارة هزي المباراة ويمنع فوز امبي بهزي المواجهة اسماعيلي ما زال يعاني في كأس الرابطة ومسل ما يعاني فيه الدوري الممتاز رمية كلبطرة بيفوز اليوم على اسماعيلي 3 1 هدف اول رائع جدا لاحمد ياسر ريال في ديئة 51 هدف من الهدف الحلوة اوي اوي سبحان الله شوفك كورا لما تحبك لما ضيع من عشر تيام كورا غريبة لاتي بيسجل هدف رائع جدا احمد كندوسي لاعب الاهل المعار سجل هدف الثاني لسيراميلي كيلو بطرة في ديئة 60 واضاف احمد بالحاج الهدف الثالث لفريقه في ديئة 68 بعد كده ياو انور سجل هدف لإسماعيل الوحيد في ديئة 91 ده فيما يخص كرة القدم اما فيما يخص كرة اليد طبعا كما كان متوقعا كما كان متوقعا منتخب مصر كرة اليد النهاردة في افتاح بطولة كعس الأمم الأفريقية فاز على منتخب غينيا بنتيجة 33-15 اقتساح يعني اقتساح اقتساح كل مجريات هذه المباراة بتعرفين مصر تصديف هذه البطولة المرة الثانية على التوالي كرة بدأت اليوم 17 يناير وتنتهي ان شاء الله يوم 27 من نفس الشهر شهر يناير الجيريا انغولا جبالا يومي قاتل أمامحر ساعة امامحر إلى واحد امامحر ما كبير اللي امامحر امامحر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم اعتقد الناس ستكون مباراة صعبة خصوصا النتائج التي حضينا بها في الجولة الاولى اعتقد بالطبع الان ليس لدينا اي نقاط ومصر لديها نقطة واحدة هذا ليس جيدا لنا ولكن البطولة البطولة خادعة نوعا ما الان وبالنسبة للفريقين بالطبع الفريقان عليهم ان يفوز بالمباراة وستكون مواجهة صعبة لهذا السبب مدير الفني المنتخب الغاني اليوم لم يؤكد او ينفي مشاركة محمد قدوس في مباراة الغد في ناظرك او في وجهة ناظرك تأثير غياب لو حدث غياب لمحمد قدوس في مباراة الغد تأثيره ايه على المنتخب الغاني اعتقد ان خسارة قدوس ستكون مباراة صعبة محمد قدوس هو من افضل لعبين بالطبع يجب علينا ان نعود لان اللاعبين سيقومون بافضل ما لديهم ولكن اذا سألتني فانها خسارة كبيرة وخصوصا امام منتخب كبير كمصر طيب السؤال اللي جاي لك فيما يخص المنتخب الغاني وما قدمه في مباراة كاف فردي في رأيك لماذا زهر المنتخب الغاني في هذه المواجهة بمستوى متراجع جدا وهل يستمر هذا المستوى المتراجع في مباراة مصر ويهي المشاكل اللي وقع فيها المنتخب الغاني في هذه المواجهة من وجهة ناظرك أعتقد أنها أوقات صعبة على منتخب غانا حينما تنظر إلى آخر بطولة أو بطولتين في الكاميرون وفي قطر في كأس العالم في قطر وأيضا البطولة الحالية في كاميرون وفي قطر خرجنا سريعا ولكن أعتقد أننا لم نكن جيدين في آخر عام أو عامين ولكن المباراة أمام منصر ستكون مختلفة لأكثر من سبب أنا لعب في هذا المستوى وأقول أن اللاعبين لا يريد أحد أن يخسر مباراة الغد وأن يخيب أمل المشجعين فبالتالي غانا لم تخسر بهذا الشكل في البطولة من قبل فبالتالي الفريق سيتعافى ومباراة الغد كما قلت أن خدوس إن شاء الله سيشارك في المباراة القادمة ولكن مباراة الغد ستكون صعبة أنت قادت كثيرة على مستوى حراسة المرمى بعد مباراة كاب فردي هل تتوقع تغيير في حراسة المرمى في مباراة مصر لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي وسنعرف غدا ولكن لا أعتقد أن المدير الفني سيقوم بتغيير الحارس كما قلت أن اللعب أمام مصر هو أفضل من اللعب أمام أي فريق وخصوصا اللعب أمام الفرق الكبيرة عموما تكون مباراة مهمة ويكون حدث حدث كبير وتحدي كبير لكل اللعبين منتخب مصر واحد من المرشحين للفوز بالبطولة مثل منتخب غير بكل تأكيد بس منتخب مصر على ضوء رؤيتك شايف أبرز نقاط قوته بالطبع بالطبع كلنا نعرف أنا محمد سلاح هو دائماً عامل فارغ في منتخب مصر وتريزي جي ومصطفى محمد ولكن بالطبع لديكم أيضاً زيزو هو منتخب مصر الآن هو منتخب قوي جداً منتخب متوازن وبالطبع كما قلت من قبل أن البطولة بطولة صعبة ولكن كما قلت أيضاً أن غانا غانا مستعدة جيداً كما تعرف أن مصر مصر منتخب منتخب جيد على المصور الخط الأمامي وأيضاً على المصور أحراز الأهداف فستكون مباراة قوية مباراة متكافئة وبنهاية اليوم إذا أردت أن أرى المتخب مصر وغانا يؤدي أن فسأنظر إلى المباراة وكما شاهدت مباراة من ناميبيا ومباراة أنجولا فأعتقد أن كل الفرق تتطور فبالتالي سلارة نتائج جيدة في المرحلة القادمة إبراهيم تانكو نجم بروسيدورت منذ المنتخب الغاني سابقاً ومندارب السابق أيضاً للمنتخب الأولمبي الغاني أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة طيب بيحكاية بيحكاية بقى حلوة لذيذة مهمة تأثيرها كبير أوش أوش نادي الأهلي لما قدم اللعب فلسطيني الدنماركي وسامة أبو علي قدموا فكرة مبتقرة جداً وجاب صحف فلسطيني اسمه أنس النجار وخليها هو اللي يقدم اللاعب في فيديو تقديم اللاعب كلاعب جديد للنادي الأهلي وسام أبو علي نهاردة الصحف الفلسطيني نشر بوست على حسابه على فيسبوك بيعكس كيمة النادي الأهلي الكبيرة وتأثير النادي الأهلي في الوطن العربي وتأثير النادي الأهلي على كل من يقترب من منظومته عشان ما تقولش كريم بيبالغ أو بيقول كلام يعني عريض شوية بص أنس النجار الصحف الفلسطيني اللي ظهر في الفيديو كاتب إيه من يرتبط اسمه بالنادي الأهلي تفتح له أبواب القدر على صعيد الشخصي كان ظهوري في صفقة تقديم اللاعب وسام أبو علي نقطة فارقة في حياتي فأنا بعد الإعلان ليس كما قبله فمن صحفي مغمور يعرفني القليل هنا في قطاع غزة إلى صحفي مشهور يعرفه الملايين اسما وشكلا وتتهافت عليه الكثير من العروض للعمل في كبرى القنوات المحلية والدولية شكرا لله أولا وللقدر الذي وضعني في طريق النادي الأهلي وأظن أن هذه دعوات أمي التي استجاب الله لها الله يعلم ردبك ويحبب فيك جميع خلوه شكرا يا رب السلام يا سلام يا سلام يا سلام على قيمة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وتأثير النادي الأهلي في وقت كان ممكن يعني الأهلي يقدمه بأي طريقة تانية بس الفكرة حلوة تأثيرها حلوة تأثيرها على القضايا نفسها بشكل عام وتأثيرها على شخص أنس النجار الصحف الفلسطيني زي ما هو كتب وزي ما هتسمعه دلوقتي هو اختصنا بتسجيل صوتي بيحكي فيه مدى تأثير ما حدث معه بسبب الإعلان اللي ظهر فيه إعلان تقديم لعب النادي الأهلي الجديد هو طبعاً اختصنا بتسجيل صوتي حاولنا ندخله عبر زوم حاولنا نعمل معاه مكالمة هاتفية بس طبعاً هو قالنا أن الأمور هناك صعبة جداً والشبكات كلها فيها صعوبات كبيرة جداً ومش قادر يتواصل معنا هاتفياً أو عن طريق الفيديو في عبر زوم أو سكايب فاخنا منه تسجيل صوتي مهم جداً شوف في التسجيل أو اسمع في التسجيل الصوتي ده أديه يقدر النادي الأهلي وأديه النادي الأهلي أثر فيه وأديه تقديره للنادي الأهلي ومسندته للقضية الفلسطينية بشكل كبير هو وكل لعبية اسمع واستمتع وبعدها هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا محللنا الجمال محمد خليفة وخالد عامر وشهاب هيكل خليكم معنا بداية الله يعطيكم العافية كواليس ظهوره في فيديو تقديم النادي الأهلي لصفقة اللاعب وسام أبو علي بدأت من يوم منتشر إلنا فيديو وإحنا كصحفيين بنشاهد نهاء السوبر المصري ما بين الأهلي وفيوتشر هذا الفيديو لقى انتشار كبير في أوساط السوشيال ميديا المصرية بعد بأيام كان فيه كلام عن صفقة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي توصل معي المركز الإعلامي للنادي الأهلي تم وضع السيناريو الخاص لهذا الفيديو والنص اللازم للتقديم قدمت الفيديو وصراحة كان التفاعل عليه كبير كبير أكتر من كل التوقعات النادي الأهلي له شعبية كتير في فلسطين خصوصا في غطاء غزة وفيه جماهير كتير بتشجع النادي وخلونا أنا أستغل هالفرصة وأوجه رسالة محبة لكل جمهور النادي الأهلي وللعبين النادي الأهلي اللي ما توانوا للاحظة واحدة في دعم القضية الفلسطينية وشفنا كتير كيف اللاعبة في النادي الأهلي بيحتفلوا بعد تزييل كل هدف بيحتفلوا بعد فوز بيحتفلات داعم للقضية الفلسطينية كيف أيضا الجمهور بيحمل عالم فلسطين دائما ودائما الجمهور داعم للقضية الفلسطينية ظهوري في فيديو صفقة تقديم اللاعب والسامة أبو علي بصراحة كان نقطة فارقة في حياتي أنه أنا كأنس النجار ما بعد تقديم الفيديو ليس كما قبل وليش بعد تقديم الفيديو انهالت علي عروض كتير للعمل في بعض القنوات والوكالات المحلية والدولية صراحة كنت صحفي يعني عدد قليل في غزة بيعرفه فجأة سرت صحفي معروف للملايين مشهور بالاسم وبالشكل وهذا الاشي يعني اللي اللي سبب إلي نقطة فارقة في حياتي صراحة بعد إعلان تقديم اللاعب وسامة أبو علي للنادي الأهلي توقعاتي أنه وسامة أبو علي إن شاء الله حينجح مع النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي ما بيتعاقد مع أي لاعب فأكيد وسام لاعب كبير عشان هيك أتعاقد مع النادي الأهلي وصراحة اللاعب عنده مميزات كتيرة ومن وجهة نظري أنه اللاعب إن شاء الله حيحقق النجاحات مع النادي الأهلي وإن شاء الله يرفع رأسنا ويكون خير ممثل إلينا إن شاء الله يا عرب حضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة لأصدقاء العزاء محمد خليفة وخالد عامل والشهاب هيكل خليفة منور الدنيا ده بنورك يا كريم سعيد إن أنا معاك وسعيد جدا إن أنا مع شهاب وخالد يعني خالد منور الدنيا نورك يا صديقي العزيز دائما مبسطنا معاك طبعا مع الأصدقاء العزاء كله كويس؟ كله حل شهاب بنور الدنيا حبيب يا كريم أخبرك كله تمام الدنيا حلوة الحمد لله هادي؟ كله تمام عندك أي بشكل أوه لا لا زي الفل أطلع فرصة لا لا حاجة حاجة زي أنا مخرج جامد جدا ويحبنا كل أنا أكيد ماشي إزاي؟ يعني لو قسمنا كده في منتخبين أظهروا من اللحظة الأولى أن هما مختلفين عم باي فرق البطولة السنغال والمغرب أظهروا حاجتين عدد كبير جدا من المواهب استقرار فني موجود وقوة بقى قوة مزدوجة بين قوة الهجوم والحلول والتنوع والتماسك الدفاعي اللي هو أهم صفة ظهرة في السنغال والمغرب ما تقدرش يعني تحكم على باقي المنتخبات لسه بشوء بشكل بسي ممكن أقول حاجة ما عليش أنا أسف لأطيقتك بدري عاوش إن السنغال لعبت قدام عشر لعيبة في معظم المباراة المغرب لعبت قدام عشر لعيبة في معظم المباراة متفق خلينا نتفق يعني أصدق هو مش تقيم نهاء وإن كان طبعا السنغال قوي جدا مساعدة مساعدة فيش خلاف بس اللي اتنين يعني ظروفهم خدمتهم مليون المية ظروفهم خدمتهم في اللقاء بس إحنا لو بصينا برضو للهيستوري اللي جايين بيه البطولة هتحس إن السنغال والمغرب هم هم جايين البطولة بالأسماء اللي موجودة في الفرقة بالأداء اللي اتعمل في كاس العالم وخصوصا من المغرب وحتى من السنغال في غياب سادي ومانيه تحس لأ وبعدين انت بتحس إن انت معاك مثلا في المغرب في عشر لعيبة من اللي كانوا موجودين قريدي في كاس العالم تسع لعيبة على الأقل والسنغال من نفس القوة بنفس الاستمرارية محدش ده مش معناه أبدا إن أنا بقولك إن هم دول اللي حيكملوا أنا بكلم بس إن هم أظهروا مستوى فني بقيت فرق البطولة اللي هي مرشحة عليها أن تغير شكلها مفيش حد فيهم ظهر بمظهر كويس حتى كدفورو هي بتكسب طبعا عامل الأرض والجمهور ما تقدرش تستبعده في أفريقيا أبدا صح دايما عامل حاسم يمكن الدفور يقلله شوية ولكن حيظل عامل حاسم عشان يحطك الدفور معاهم بقيت الفرق تانية المرشحة عليها أن تغير من الموضوع كله مفيش حد فيهم أظهر إن هو حتى التفوق الطبيعي اللي كان بيتم على فرق المستوى التاني والمستوى التالت غايب تماما لأن الفرق دي بقى عندها وعي وقربت منهم تماما يعني صح فأنا عايز أقول إن السنغال والمغرب في حتة وفي نقطة كريمة أنا بحبها فيك قوي يعني ما اتكلمت عن قناحي بشكل جيد وتفهمت جدا تصريحاته يعني أنت إيه يعني أنا بحي فيك الحاجة دي يعني عايز أوجيه له النهاردة برضو تحية وأقول له إن رقم واحد وأجمل ما في اليوم كالعادة كان جون قناحي صح نحن بكلمنا فنيا أيوه تصريح كلمة حاجة جديد كل دا يتنسل صحيح لكن يظل الحاجة الجميلة اللي بتتعمل يعني قناحي ده من اللعبة اللي احنا بنحبه كشعب مصري أما لعب في كاس العالم كان من الناس اللي خاد عينينا كلها بالأداء بتاعه فموضوع الكلمة اللي تقالت الكلمة اللي ما تقالتش ممكن أقول لك حاجة وأنت أعطاك في منكم سافر المغرب في أي مباراة لما منروح المغرب دايما جماهير وشعب يعشقوا المصريين بشكل عام يعشقوا كرة القضب المصرية يعشقوا اللعبين المصريين وإحنا بنبادلهم نفس الشعور في أي حاجات بقى بتحصر في النص كده ساعات بتجبر بدون داعي يعني بلا داعي خاصة لما تبقى أنت بتتكلم مع ناس هما بيحبوك جدا وإنت بتحبوهم جدا اللي بقول لك شهدك كريمي اللي بتبعحة عبين الأخوة أنت ما بتلعب مع أخوك بلايستيشا ممكن يروح خبطه كلمة عاملك كلمة حاجة برافا عليك وإنت بتروح خبطه كلمة والدنيا عادي بس أخوك في الآخر برافا عليك برافا عليك طيب شائب أنا من الحاجات اللي شفتها في البطولة السنة دي حرفيا بقى حرفيا حنا بقى الجملة دي بنقولها بس شفناها لحال الوقت في الدول الأول أنه ما بقى شفيه منتخبات في أفريقيا صغيرة أنه فعلا كله يعني يقلق على الأقل مش يخوف بس يقلق يعني كل المنتخبات قادرة على المنافسة ده بيحصل في البطولة دي في التصور الأول مرة يعني كان في ملامح على مدار السنوات أنه في بعض المنتخبات الصغيرة بتكبر شوية لكن لقيت حسن المنتخبات كلها بقى شفيه منتخب صغير يمكن ده تغير الفترة اللي فاتت ويمكن ظهر أكتر في تصفيات كاس العالم احنا شفنا منتخبات كتير مش اسم ما لهاش أسماء كبيرة في القرى الأفريقية وفي تصنيفات بعيدة عن تصنيفات الفئة الأولى للمنتخبات اللي كانت موجودة وشفناها بتحقق نتائج جيدة الكلام ده نعكس كمان في كاس العالم الأفريقية يمكن حجم التطور اللي بقى فيه الكورة في العالم كله حجم الوعي التكتيكي اللي بقى عند اللعيبة الأول كانت اللعيبة في أفريقيا أو في المنتخبات الأفريقية المستوى الثاني والثالث كان بيعاب عليها بالعشوائية وعدم التنظيم في الملعب الكلام ده بقاش موجود كل المنتخبات بقى عندهم مديرين فنين أجانب بقى عندهم محللين أداء بقى عندهم تطلع للكورة برة في أوروبا بقى عندهم وعي تكتيكي بشكل كبير وده اللي بينعكس على أدائهم ما بيجي بلعب منتخبات كبيرة وده شفنا منتخب موزمبيك وبلعب منتخب مصر شفنا مع كاف فيردي وبلعب منتخب غانا شفنا منتخبات كتير قدرت إن هي تبين وتظهر شخصيتها القوية عند ما عندهاش لعيبة كوالتي عالي جدا أو من قدرش نقول إن هي زيها زي مصر زي موزمبيك طبعا أو كاف فيردي مش زي نفس كوالة لعبة غانا لكن الوعي والتكتيكس اللي بتلعب بين المتخبات دي بتقلل الفجوات الكبيرة ما بين كوالة اللعيبة في المتخبات دي وده اللي ظهر في البطولة وده اللي مخلي ناس كتير قوي تقولك البطولة مش بان لها ملامح بمعنى إيه اللي انت مش قدر ترسم الدور التمانية هيروح لمين أو دور نصف النهائي هيبقى مين ومين انت ممكن ما فيش غير المنتخبين اللي كلام عنهم خليفة منتخب المغرب والمنتخب السنغالي اللي أظهر شخصية قوية وأظهر شراسة اللي هي أصلا معروفة عنهم زي ما أتكلم خريفة من كاس العالم المنتخبين عندهم سكواد محترم عندهم لعيبة بكوالة عالي وأظهروا ده في أول مباراة ممكن نزروف خدمتهم في الماتشين ده أمر طبيعي وممكن تجارب الفرق الكبيرة قبل الماتشين دول ساعدتهم لأنه بقى عندهم حرص في كل هجمة ما فيش أي رؤونة في المباراة من أول ديها الأخر ديها بلعبوا بنفس الأداء ده يمكن النتاج بتاعت مصر ساعدتهم نتاج الغانا ساعدتهم نتاج الجزائر ممكن ديكون ده عامل كبير لكن أنا شايف المنتخبات اللي بعدت في الجولة الأولى تقدر أنها ترجع بما فيهم المنتخب المصر وبمناسبة الحديث ده أشهر منتخبة أو أشهر اسمه منتخب تلضت في الدور الأول مش عارف تتفيق أو تختلف معي هو منتخب الأرجنتين في كاس في نوم من أفرق صح تصريحات المدربين كل شوية الأرجنتين ما احنا نعمل زي الأرجنتين ما احنا نعمل زي الأرجنتين في كاسها نتغلب أول ماتش ما احنا ناخد كاس العالم في كاس أفريقيا في الآخر في تسعة أرجنتين في الدور الأول صح كده كل شو أحد يقول أصل الأرجنتين حاسم كسة أول ماتش احنا راجعين فالأرجنتين في عالك أشهر اسم في الدور الأول في كاس أول أفريقيا بص أنا ما قطر قصرت أول ماتش أحنا نعمل زي الأرجنتين حلو الأرجنتين هيتأهل إن شاء الله بس عطفا على الأصدقاء كانوا لسه بيقولوا أنا بس مختلف في نقطة صغيرة معاهم إنه مع السنغال ومع المغرب أنا هحط كوتفوار بسبب قوة خطه وسطها أنت بتتكلم على فرانكي ساي بتتكلم على سيكوفوفانا بتتكلم على إبراهيمة سنجاري تلاتة من أقوى خطوط الوسط اللي موجودين في العالم مش بس في أفريقيا حتى فرانكي سيئة المنتقل إلى الدور السعودي بيسيب الدور الإيطالي وبعدين الدور الأسباني بينتقل الدور السعودي بيجرب نفس المعدلات وبيقدم نفس المستوى البدني والفني اللي كان بيقدمه في أسبانيا وإيطاليا فهو إضافة للدور السعودي لأنه لسه محافظ على المستوى لحد دلوقتي فهو خط وسط قوي جدا نفس الأمر فوفانا بالمناسب سيكوفوفانا أنا قلت للتلاتة سيكوفوفانا بس مشكلته أو مشكلتي معاه إنه مر بفترة من التذبلب كده في بداية انطلاقه الليفل بتاعه كان قليل جدا حتى الجماهير السعودية كان بتقول هو ده اللي إحنا شارينه بقد كده عشان خاطر ينقذنا وبتاعه بس مع الوقت بدأ مستوى تطوره اللي إحنا شفناه في المباراة الأولى شيء خيالي من خط الوسط وخط الوسط هو إحنا عارفين طبعا كلنا إنه خط الوسط هو الأساس في كل حاجة اللي يقدر يسيطر على المنطقة دي من الملعب هيقدر يقطع الكور بسهولة يقدر يمنع خطورة المنافس يقدر يبني الكورات أسهل بالنسبة لخط الهجوم وبالتالي فرصته في إحراز الهدف بتبقى أعلى العملية كلها بتبدأ من خط الوسط سبق بتلعب بتلاتة بتلعب بأربعة بتلعب بأتنين العملية كلها بتبدأ من خط الوسط معايا صورة مجمعة كده يا الله شباب عشان عايز أتكلم على نقطتين تحديدا في منهم قتلة بحثا قبل كده بس أنا هنتقل منها لحاجة تانية لو في إمكانيين نحن نعرض الصورة نعرض الشباب الصورة اللي بيقول عليها هي دي بص خلينا نمركزين أنه ده أول عشرين لاعب فيه كأس الأمم من حيث التصنيف الرقمي مش الفني مش أي حاجة التصنيف الرقمي وأحيانا الأرقام بتكون خادعة زي مثلا و أنا آسف طبعا أن أنا بقول كده زي الرقم بتاع محمد صلاح اللي في المركز الخامس لأنه تمانية بوينت تلاتة تمانية بوينت تلاتة دوت تصنيف رقمي لأنه الأسست بتاع مصطفى محمد اتحسب له مع أنه لم يكن مقصودا هو آخر واحد لمس الكورة في الحزاب له الأسست فالتمانية بوينت تلاتة دوت ده تصنيف رقمي مش أكتر ولكن بشكل عام مين أفضل لعب في البطولة؟ بلا شكل مين كاميرا صاحب الهدفين السنغالي صاحب الهدفين في المباراة الأولى لصالح السنغالي كلمت أنا عن مين كاميرا ده كتير خطير وحكايته حكاية خطير والله العظيم خطير ده في سنة واحدة بطل أفريقيا للشباب وتأهل للأولمبياد وأفضل لعب سعاد في القرى وأفضل لعب سعاد في القرى خطير اللي أنا عايز أنتقل إليه أولا النظرة بتاعة محمد خليفة طبعا مميزة جدا وأعتقد إن إحنا هنتفق معها كلنا في عز الدين الاناحي ثالث أفضل لعب في القائمة أول عشرين بما قدمه دلوقتي وهننتقل كمان شوية للحديث عن المنتخب المغربي وهنتكلم عن عز الدين الاناحي بصفة خاصة ولكن خلوني أركز على الثلاث مربعات الزرقى اللي في نص الشاشة في دقيقة واحدة بس عشان ما خدش وقت أطول من كده يوسف البلايلي يوسف المساكني رومان سايس رومان سايس النهاردة بقدم مباراة عظيمة جدا لا خلاف عليها سبك من رومان سايس ركز معايا في يوسف البلايلي كممثل لمنتخب الجزائر ويوسف المساكني كممثل لمنتخب تونس المنتخبين وقعوا في غلطة بشعة وهي غلطة جمال بالماضي وغلطة جلال القادري في تونس وفي الجزائر إن هو يوسف المساكني أخطأ بشدة في إن هو اعتمد عليه في الحتة دي دون أن يدفع بعيس اللي يدوني في خط الوسط فأصبح خط الوسط مكشوف فاضطر محمد علي بن رمضان إن هو يرجع واضطر كل لعبي خط الوسط القادرين على بناء الهجمات إن هم ما يرجعوا فاضطر يوسف المساكني إن هو يقطع مساحات أكبر مش هيقدر كمستوى بدل إن هو يقطعها كمستوى رقمي هو كان مميز جدا ولكن كمستوى فني في الملعب أعتقد إن وجلال القادري ظلموا في الحتة دي نفس الأمر تكرر مع جمال بالماضي في مباراة الجزائر لما ارتاح شوية للنتيجة في الشوط الأول فقرر إن هو يبدأ يسحب كل أوراقه الربحة طلع بغداد بنجاح طلع يوسف البلايلي الشوط الثاني مع اختفاء كل الأسماء الكبيرة تحول الضغط على المنتخب الجزائر لحد ما تم إحراز هدف التعادل وبالتالي المتشاط اللي جاية محتاجة ذكاء أكتر شوية في اختيار التشكيل واختيار التوظيف بتاع اللعبة من جانب المدين نقول إن الجزائر إن الجزائر هي أفضل منتخب أخفق حلوة دي حلوة دي نقدم مباراة كبيرة جدا تحديدا في الشوط الأول ولكن النتيجة لا تعبر عن الأداء بتاع المنتخب الجزائر تحديدا في الشوط الأول كانوا شوط أول راجعة دون شوط تاني على فكرة كانوا جايدين عشان الهدف دخل في الشوط التاني فالناس قالوا إن الجزائر كانت سيئة في الشوط التاني مصر وغانة بقى غانة الناس بتتعامل معها إحنا أقول لك الجميع المصرية اللي نعرض حتى أقول لك غانة سهلة هنعديها بسهولة مش هنختلف إحنا الأربعة إن غانة عندها نقاط ضعف برضو هنأكد في الأول إن غانة منتخب قوة كبير من وجهة نظرك غانة بكرة يا بشكلها عاملت زي غانة بكرة المباراة مش معنى إن إحنا بنتكلم إن إحنا ممكن نعديها مش معنى كده إن إحنا نعديها إذا كان غانة ظهرت بمظهر سايق قدام كافيردي معنى ظهرنا بمظهر سايق قدام فريق أقل كتير من كافيردي يعني كافيردي أصلا فريق كويس على فكرة والعناصر اللي فيه لعبة محترفة موزنبيق عندها عناصر بس بعيد خالص عن كافيردي فالمنظر اللي ظهر عليه غانة هو مع كل العيوب اللي كانت موجودة في غانة وهي عيوب كتير على فكرة بس مصر أظهرت عيوب كتير يا كمان فما فيش الحال من بعضه فهو لقاء لازم من المنتخبين كل واحد حيحاول يظهر شكل تاني تماما عن اللي ظهر به ولو كل منتخب صار على نفس الضرب اللي هو أظهره في اللقاء الأول فعيا كانت ناتجة بكرة المنتخبين مش حابقلوا مستقبل جواه البطولة هو اللقاء بكرة المنتخب اللي حيقدر يظهر وجه جديد وشارس ومتماسك هو ده المنتخب فيهم اللي تقدر تقول إنه هو ممكن يكمل بقية البطولة لأن المنتخبين أظهروا العيوب لو نبدأ بغانة هقولك فيه عيب خطير جدا كان نظهر في غانة يا كريم نتمنى أن مصر بكرة تستفاد منه قبل ما نتكلم على مزاياهم وعيوب مصر خلنا دايما نبدأ بالحلو نحنا نكسب غانة إزاي غانة فريق من المحلقين بيعودوا كده إيه معلم بيشاور المعلم بيشاور المعلم يمسك من غير ما حد يمسك ولا يضغط معانا عشان ما أخدش الوقت اللي هم بيحلقوا بس تحليق ما بيحدش فيهم بيهين نفسهم فهمت المحلقين دي اللي هو حاجة خيالية جميلة لا 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 ده معانا ومعانا بيعودوا كده كلها إشارات يعني نشوفها كده أنا كتير سعب يبقى عندي انتقادات على ما اللعب يقعد يشاور يزميله يمسك طب ما تمسك انت يعني انت بنفسك وشاور يعني نبتدي دي كتكورة في البيضية 16 الناس بس تاخد بالها من الوقت اللي الكورة بتفضل مع لعبة كميرها كمان الكورة هنا بتتنقل فاربع سوائن ما فيش لعيب من غانا قرب حتى من لعيب من كاف فيردي كامل الهجمة بتروح حنا كم بتتكلم على فكرة من الهجمة بتقعد عشر سوائنين خمشون ساني دي رقم كتير في الكورة الكورة هنا بتروح بص لعيبة غانا معلش الصورة اللي فاتت دي لو ثانية واحدة بس عشان أنا أعرض حاجة هنا كام لعيب من غانا حوالينه الكورة واحد اثنين تلاتة ولا واحد فيهم بيحاول يضغط وما حد فيهم بيبقى قريب ما بيمدش رجله هات الكورة اللي بعديها يعني لعيب كاف فيردي بقى في وقف ضعيف جدا ده ده المفروض خلاص بقى يعني محاصر اهو هتلاقيه ميشي عادي في الملعب وكمل كمل الصورة اللي بعديها نقل ولعبة غانا بدأت خلاص بفي اللعبة بتوقف بتوقف ما بتكملش والكورة بتتنقل احنا بتتكلم في حجمة قعدت حوالي يعني حوالي عشرين ثانية اه عشرين ثانية دي كمل دي حجمة الجون هات اللي بعديها هتلاقي نفس النظام لعبة بص هنا اللعب بيستلم في الدايئة اتنين واربعين سبعت وشر ثانية بص هات الصورة اللي بعديها الكورة معها سانيتين ثلاثة مفيش حد قرب كملوا الصورة اطولة شابق كمل واحد وعشرين لغاية لما طلعها الكورة بعدها في رجل واربعة خمس ثواني مفيش حد قرب بتطلع والناس دي كلها بتتفرج يعني في لعبة من كافير دي فاضية الغالب بص ده فاضي كمل قضع حيعملها بالانفراض بالعرض كان ممكن جدا يجيبها جون اول لعب بيفكر يضغط كان بعد وصل عشر ثواني من بداية الهم لما اقوش لعد الجون ايوان اول لعب قرب ويتكرار التاني بص هنا كمل استعارات سريع بس الناس تاخد بالهم التوقيت واحد وستين ستة وثلاثين انا بكلمك في كرة بتقعد بالالاربعة والخمس ثواني مفيش لعيب من غالب يقرب كمل بسرعة بس يعني عشان الوقت هنا اللعيب حتى ما بيقرب من الضغط بيطلع منه بسهولة واللعيبة بص ده مثلا الديفندر في وادي وراجع وده فانا نفسي اتمنى ان لعبة منتخب مصر وخصوصا لعبة خط الوسط اما تجيلك فرصة حط الكرة على رجلك ودوس هم كرمة جدا ما حدش بيهتم ان هو يقولك انت فين هو بيوصلك هو بيبضل معك لغاية لما انت توصل الكرة دي بتنتهي يعني كان بتنتهي عند الجون واخر هجمة معانا انا بستعرض عدد هجماتني لان ممكن اي فرقة في العالم يحصل عليها هجمة كده وفيه من الضغط من اول الموتش الاخره ما فيش حاجة حصل ان الفرقة حصلت انها انتباه يعني ده كان في موقف صعب اللعيب ده بقى في موقف صعب واحد معاه هو الضغط ضعيف جدا اللعيب ده لو الناس شافت الفيديو حتلاقيه اللعيب بتاع غانا خرج من الضغط يعني خرج اللعيب كافيردي خرج من الضغط بسهولة جدا لو مجرد عمل استيبل ورا اللعيب غانا سيب ويرجع وكمل وخلص كمن الهجمة بقى سريعا سريعا اللقطات تكرر ورا بعض هتشوف ان الهجمة دي مهما كان اللعيبة قريبة مهما كان الكرة بتطلع بس في واحد وفي عيده ده عايش معناه بس ده ده الواحد وفي واحد عيده دي الكور دي كلها بتنتهي باهداف شبه مؤكدة ويجيبه مؤكدة خلي بالك مش تحولات يا كريم مثلا وحقول لك مرتدات غانا فتحة فبتستقبل مرتدات ساعات الفرق بتستقبل حاجات زي كده بحنا استقبلنا انفراض طب ولكن لا ده الكورة عادي هجمة منظمة بدقة والعبية غانا كلها موجودة بس في حدش بيكلف خطر ان شاء الله ومستغل الكلام ده نروح لفاصل ونرجع نكمل مع خليفة وخالد وشهاب خليكم معنا طيب هروح ليه الشهاب وسأله برضو عن المنتخب الغاني وعسى عن نفس السؤال ليه خالد وزي نتخطى بكرة بإذن الله المنتخب الغاني فضوشين يمكن خليفة في الحالات اللي كان جايبها يمكن كلها طبعا شابها لحالات اللي معنا لمنتخب غانا كان فعلا كان ملفت للانتباه الرؤونة اللي كان بيلعب بها خط الظهر بتاعه مفيش ضغط لعبة منتخب كافيردي كان بتتحكم في الرتم زي معايزها كان بتتلعب الهجمة براحتها ما كانش فيه أي ضغط من كل اللعيبة بتتكلم مشاكل كتير موجودة وراء التنبكات لو اعتبرنا ان دي كانت المشاكل بتاعت غانا اللي قالها خليفة المشاكل اللي احنا وقعنا فيها قدام موزمبيك ومحتاجين لنا تلافاها قدام غانا مشاكل كتير ما كان غانا قدام كان عندها مشاكل قدام كافيردي احنا كمان كان عندنا مشاكل هتحسن اللي انت بتتفرج على نفس المشاهد بتاعت غانا كانت لعبة مصر بتقع في نفس المشاكل نفس المشاهد بتاعت الفرجة ما فيش ضغط ما فيش شراسة في الضغط سواء من محمد النني سواء من الباكات بتاعتك ما كانش فيه مساعدات دفاعية من من الاطراف الملعب سواء زيزو او حمد فاتحي لو جبنا الحالات الدفاعية بتاعت منتخب مصر قدام موزمبيك وهجمات موزمبيك على مصر في المباراة اللي فاتت هتلاقي مشاكل جتيل واع فيها خاصة دار منتخب مصر خاصة محمد النني اللي انت لعيب رقم ستة اللي مطالب ان يغطي اكبر قدر من مساحات في الملعب واكتر واحد يقدر يعمل عملية الضغط وعملية البلوك ممكن دينك الارقام بتاعت منتخب مصر قدام موزمبيك هتلاقي من ناحية الاستحواز هتلاقي ان مصر فيها نوع من انواع التفوق المحاولات مصر عشرين محاولة منهم خمسة على المرمى هتتفوق في كل شيء لكن على ارض الملعب وفي المباراة نفسها مش هتشوف الكلام ده هتشوف منتخب موزمبيك كان هو الاخطر طوال المباراة كل الفرص الخلاء على منتخب مصر في الشرط الاول لو كانت لعيبة موزمبيك بقوالة اعلى من كده كانت تسجلت فكل الارقام دي بالنسبة لك كانت ارقام خدع كانت ارقام خدع بالنسبة للمستوى اللي ظهر بمنتخب مصر لو جبنا الحالات الدفاعية بتاعت مصر الحالات الدفاعية من المباراة نفسها لمنتخب موزمبيك هتلاقي نفس المشاهد اللعيبة. هتلاقي زيزو كتير اوقات كتير مش موجود في المشهد مع محمد هاني. دي ممكن الارقام بتاعت محمد حمدي. اللي احنا بنتكلم على اللعيب الزاهير الايصر اللي انت كنت بتاعتمد عليه في الطرق بالكورة وانه يشتغل بقرات عرضية لمصطفى محمد. بتتكلم انه هو في المباراة ست عرضيات منهم اتنين عرضية اه صحيحة. اللون مدول. بالزبط. فانت بتتكلم ان مصطفى محمد اوقات كتير كان بيقف لوحده. ويمكن دي اللي كان الواحد كان بيستغرب اللي انت. اوقات كتير بتبقى المشهد. انت والباك اللي مين موجود لوحدك وعندك المساحة اللي انت عمال العرضية. وكوالية العرضية مكانش بيبقى احسن. انت فاهم. دي ممكن محمد انني. على المستوى التمرير احسن حد في الدنيا. احسن حد في الدنيا. على مستوى التمرير اتليه افضل لعيب في المباراة. لكن على المستوى التفاعل واجبنا الصورة بعد كده. سفر. سفر في كل شيء. لا بلوك. ولا عملية ضغط. ولا اي حاجة تخص النواحي الدفاعية مش موجودة. ده مش تقليم محمد النني. ممكن احنا قلنا كواليتي بتاع محمد النني. مش هو اللعيب اللي يقدر يغطي الرقم ستة. لهو امكانيات اخرى. بالزبط. عشان. تقدر تستخدم النني في مكان تاني. رقم تمانية. انا برو شون دائما النني تمانية عظيم. لكن ستة محتاج اللعيب يكون عنده شراسة. صفة ضغط. عنده البلوك بتاعه يكون عالي. لعيب في الملعب بيقدر يغطي. بتكلم امتى. لكن اني خارج الصورة خالص على مستوى النواحي الدفاعية. انت بتتكلم لعيب. كان من الصعب ان كان فيتوريا اعتمد عليه في المباراة. ممكن هو استسهل المباراة. واحنا حتى تكلمنا ان المباراة ما كانتش تستدعي اللي انت تلعب لعيب عنده شراسة دفاعية في المركز رقم ستة. ببقى ان المنافس مش هيقدر ان هو يكون شرس عليك في النواحي الجمعية بتاعته. وطبعا منتخب موزنبيك. قلب الطاولة على منتخب مصر وظهر بشكل مغير على ان احنا كنا متخيلينه. وده ممكن امر طبيعي. لكن كان لازم بيتوريا يفكر في عملية التوازن. ما بين لعيبة نص الملعب اللي انت عندك اتنين لعيب. عندهم قدرات وجوه مية كويسة زي زيزو حمد فتحي. كان لازم يكون عندك لعيب رقم ست عنده قدرات دفاعية كويسة زي مرة انا عطيها. صحيح. يديك نوع من انواع التوازن خاصة ان ان انت بزيد من على اطراف الملعب. لو نجيب الحالات الدفاعيانة في ساحة بتاعة منتخب موزنبيك. هتقالى المشاكل كتير كان بتزهر من اطراف الملعب. ويمكن منتخب غيانا مميز برضو في عملية الضغط من اطراف الملعب. سواء ناحية اندري ايو ناحية الشمال ومن وراء منساء. الجبهة اليسر عندهم بتشغل بشكل جيد. المشاكل كلها ظهرت عندنا في ناحية اليميني. فمحمد هاني زيزو ما بيقديش واجبات الدفاعية. محمد النيني ما بيغطيش المساحة وراء محمد هاني بشكل جيد. فمحمد هاني ظهر في كل المشاهد واقف لوحده. اللعبة بتضغط عليه بتطلع بالكورة بتعمل بكل سهولة من غير ضغط من غير اي حاجة. المشاهد دي لو اتكرر البكرة تاني منتخب مصر يستقبل اهداف تاني. فانت لازم تتعلم من الدروس. يعني انت لازم تتعلم من الدروس. مشاكل كتير. دي ممكن دي الهدف الاول بتاع منتخب مصر. احنا بتضغط بكسافة في اللواحي الهجومية. اللعبة الاطراف بتخش في عمق الملعب. اللعبة رقم 8 بتزيد من على الاطراف. ده يمكن الشكل ده تعمل نموذك في الهدف الاول. بعد كده منتخب مصر تراجع عن الطريقة بتاعته. ما بقاش اصلا الشكل اللي احنا تعودنا به مع فيتوريا مش موجود. صحيح. انت تحولت المنتخب بيجاري منتخب مزمبيك على الشكل هو لعبك زي ما هو عايز. هاي. في حاجة تاني عايز تولى في الجزء دي ولا. انا نتكلم عن واحد دفاعية بس احنا هما اجابوا اللقطة. عابل ما نارك هتكون مجلسان. طيب لسا كاملين ما احضرتكم الحديث بالتأكيد لا ينتهي عن مباراة الغد بين مصر وغانا. ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ويوفانا بازن الله. عندك ايه? عندي غانة برضو. عندك غانة. اه. حيلو. بس انا اه. انا الجانب الغاني. انت غاني? اه. اصلا. انا الجانب الغاني في الحلقة دي. اه. واحد مصر يعني. وازاي مصر تقدر تلعب? انا بتكلم ازاي غانة بتلعب. حلو. شكلها عامل في الملعب ازاي? حلو. وفين مرصدر خطورتها? حلو. العكس يعني. احنا جمنا خليفة والشاوكة بكلمة عن نقاط الضعف وانت بتتكلم لوقتها عن نقاط الكوة اللي احنا مفروض نتجنب. بالزبط كده. خلونا نبدأ اولا دي الصورة التقليدية. ده شكل منتخب غانة لما بيستحوز على الكورة. اتنين اربعة اربعة زي ما احنا شايفين. في اتنين في الهجوم اللي هم بالمناسبة مش جوردن ايو. الصورة اللي قدامنا دي هي الخريطة الحرية الجوردن ايو اللي بيميل على الطرف الشمال اكتر طوال المباراة. بخشش المنطقة خالص. معتمد فداء على ايه? معتمد فداء على وجود اتنين. واحد منهم اغلب بالوقت موجود جوه المنطقة. والتاني عمل زي الميز رانر. بيطلع كتير برا المنطقة يشد معه الدفاع. عشان يفضي المساحة للمهاجم التاني. خلونا نروح للصورة اللي بعدها. ده جوردن ايو في اتنين اربعة اربعة اللي احنا بنتكلم عليها. ده اللاعب رقم خمسة وعشرين آآ آآ انتونيو آآ. اوضح بس اتنين اربعة اربعة في الحالة الهجومية عشان اتنين اربعة اربعة دي. اتنين اربعة اربعة اللي هو البكات بيطيره فبيبقوا اتنين اربعة اربعة. بزيدوا لحد خط النص. صح. والوينجين منهم جوردن ايو والاتنين المهاجمين. الاتنين المهاجمين واحد منهم بيسقط تحت التمنتاشر كتير. ممتاز. والتاني اغلب الوقت بيبقى موجود جوه التمنتاشر. ده اللي انا صراحة سرقتها من صديق العزيز محمد الخليفة. وهو انتونيو سيموني متحرق جدا. سريع جدا. خطير جدا. بيلعبوا عليه اللونج بول كتير جدا. نظرا حتى هو كان لسه بيستعرض الصور بتاعت منتخب غانا فيه. انه هو ما بيضغطش واقف كله ورا الكورة. فبمجرد ما بيستحوز على الكورة بيلعب على رقم 25 انتونيو سيموني الكورة الطولية. نروح لللي بعدها. عشان نلاقي انه اللاعب رقم سبعة رانسفورد يبوا. رانسفورد يبوا. هو ده اللي بيكون متمركز جوه المنطقة اكتر. يبقى احنا كده عندنا انتونيو سيموني. بيتحرك برا المنطقة كتير. عندنا جوردان ايو بيتحرك على الوينج الشمال اكتر. وعندنا رانسفورد يبوا هو اللي بيتحرك داخل المنطقة كتير. هو الفوكس ان دابوكس بتاعهم يعني زي ما بنقول. الفكرة دي كلها معتمدة على فيه سلايد بعدها لو موجودة ممكن نبدأ نجيبها بالزبط كده. الفكرة دي كلها معتمد على ايه بمجرد ما المنتخب الغاني تأخر في النتيجة فكرة الاتنين اربعة اربعة تغيرت ليه زي ما احنا شايفين كده اتنين قدامهم اربعة قدامهم واحد قدامهم اتنين قدامهم واحد بعد ما منزل بوكاري عمل التغييرة دي فاصبح بوكاري لو لو خدنا بالنا بوكاري المنطقة الوحيدة اللي موجود فيها في الملعب هي وجود 18 أنا مش عايزك في اي حتة في الملعب. قلبت الخطة كلها عشان انت كتبier خطعت من ناحية الجن. اعتقدت الخطة كلها من اتنين اربعة ا اربعة. بدأ للعب به سبيل المنطقة جوردين اي اي او. وهو اندري اي او نزل بقى هو البول aşورeden قدامهructured اندري كامل فكرة وهو PROBE المنطقة لانديك جورم تغيره شيئا يوكاره بتارخة كمهاجم صريح لأقرب نقطة لالجن عشان تسلمه يروح على الفكرة هنا ان انت عندك تنوع فيه خصائص اللعب ما بين الوينجات جوردان ايو والتاني انا مش متذكر اسم للأسف الشديد وفكرة الاتنين الفراودة وفي لحظة ايناكي ويليمز عشان هواش نزل الشروط التاني ايناكي ويليمز نزل الشروط التاني لا اما بكلمش على ايناكي ويليمز وطبعا وينج خطير ايناكي ويليمز وفيه اتنين خلي بالك احنا ما شفناهمش في المباراة الاولى دانيل امارتي ومحمد قدوس طبعا محمد قدوس لو يلحق المباراة ان شاء الله ما يلحقش يعني لو يلحق المباراة انا الجانب الغاني ان شاء الله يلحق المباراة لا يعمل ازا ما يلحقش اه محمد قدوس واحد من اللعيبة اللي بتستحوز على الكورة واللي بيعمل المشكلة اللي وجهت غانا اللي هي فقرة الضغط اللي لسه خليفة والشاب كانوا بيتكلموا عليها الضغط دايما على حامل الكورة محمد قدوس بيعملها كويس جدا خلازم برضو نخلي بالنا منه بنسل اللي كان يعني شكل الدفاع اللي كان متخم مصر كان مستفز بالنسبة لي بس ان شاء الله هتتعدل يا رب احنا بنعرض عشان الناس بفاهم احنا بنعرض عشان ان شاء الله بإذن الله بكرة نشوف شكل تاني بإذن الله يلا شباب يعرض لنا الحالات بتاعة الاستاذ الشهاب عشان شهاب بدأ يستفز اصلا دي يمكن الحالة بتاعة الهدف التانية كريم شوف يمكن حجازي رغم الخيارات الكتير بص محمد اللي اني وقف له على اخر الملعب عشان خاطر يعمل عملية البقاء انت متعدل واحد واحد وجون لسه داخل فيك ما بقلوش دقيق هم هوب بتهدى بتتحكم في ريت من غراء وتقدر انت تشتغل على الجون مرة تانية هو استعجل طبعا في التمليل او لعبة كرة طولية لمصطفى محمد اللي مضغوط عليه والمان معامس سايبه اضغط عليه للكرة لو نمشى جماعة بالفريم اللي بعد كده الكرة توصل لمصطفى محمد اللعبه طبعا بالخطأ اللي محمد صراح مش توصله الكرة تتقطع بص الجاب اللي موجود في النصف بص عدارة منتصف الملعب يا كريم مفيش اي حد محمد اني ساب مركزه رقم ستا وكان فتح عرض الملعب عشان يستلم الكرة من محمد عبد الملعب يتم عملية الترحيل بالكرة والترحيل في طلوع الهجمة الكلام ده ما تمش بسبب التمرير اللي لاجأ لها حجازي الكرة تتمررت بضبل باس العب وست انفراد بص اني طول الهجمة بدل ما يكمل بدي الشراسة احنا كنا نتكلم عليها في اللعيب رقم ستا اللي هو دايما بتلاقيه بيضغط بكل قوة بيحارب على كل كرة عارف بيعمل الفاول التكتيج انت اني بعد الكرة ما تولد من حجازي ووقفت فرج على الهجمة لعيب بيحط الهدف بقى الحالات كلها تلاقيه نفس الشكل اللي كان بيظهر بيه منتخب غانا ظهر بيه منتخب مصر ولموزنبيك بص هناك حاجة انا قلتها النهاردة مستحيل ما بتحصلش يعني انه يجي لك عشرة وحط 4 وقع كمان اللي نزلوا من على الدكة 14 لعب ما كانوش في يومهم خال ما بتحصلش معلم مصطفى محمد انا اش كاي بقولك هوا على عشرة انا قلتها عشرة والشناو بصراح لا يسأل يعني لا يسأل عن الهدف فيه بس الجون الاولاني بتاعه ماشي يعني وكان الكابتن معي وسامة عبد الكريم وحمله الهدف الاول انا شايف كده ومارديش يدوس عليه او في الهدف تلك بس التحليل الاول هو حمله بس في كل الاحوال في كل الاحوال شنوه لعيبة عظيم كل اللعيبة اللي لعبت الموباراة اللي فايت دي اكيد كان نفسهم يقدر شخص حاجة لا هم الافضل في كل شيء يعني التشكيلة اللي فايت دي على فكرة بالمناسبة كلنا اخترناها كلنا اخترناها ومعندلاش بس انا بنعيب بس على الشكل الفني اللي احنا ظهرنا بي بغض النظر انت هتكون اختلفت على العب او اتنين بتحصل مع تشكيلة خط الوسط بس هي بتحصل بس يا كريم انا في رأينا انها مش اسماء هي استراتيجية اكتر ان انا بلعب لا افريقيا فاما بجلعب غرب افريقيا لازم نسترجع تاني اسلوبنا الحلو ده اللي انا بستنى الغلطة وببقى متحفز ولعبت كلها بترجع تدافع مش مشكلة لتريزيجي يلعب بس التريزيجي اللي انا عارفه اللي بيرجع يدفع جنب الزال يوم المباراة خليفة قالولي انت عملت زي ياسر جلال قلت والله العظيم الدفاع مش عيب والله العظيم يا جماعة ليه بنتعامل تجونة تعادل بص على تريزيجي قعد بيتفرج على محمد حمدي واثنين ضغطين عليه ومحمد النين بيتفرج عليه من على الدايرة محدش بيسعب هي ايطاليا احتيب اهولندا كل بلد لها مدرسة يقولك ايه احنا هنا مصريين يقولك انا بعشق ايطاليا بعشق كولة ايطاليا بتلعب ازاي بتلعب طريقة الدفاعية عظيمة جدا يقولك ايه احنا نلعب دفاع يقولك ايه احنا نلعب دفاعي انا في النقطة دي لو في وقت بس انا فاضي لي عشر سواء عشر سواء في النقطة دي انا بس كنت مختلف معاهم فعايز اأكد على فكرة انه اللي كان شهاب يقوله على فكرة انه موزنبيق سهلة فبنلعب قداما هجوم لا المغرب النهاردة كذبت عشان سوفيانهم رابط موجود في وسط الملعب شراسة الدفاعية تونس مستوى ما تحسنش غير لما نزلت عيسى اللايدوني في نص الملعب بالشراسة الدفاعية السيستم بتاعك انت بتلعب به بغض النظر عن اسم المنافس او حالة لعبتك انت السيستم بتاعك انت بتحطه تحت اي وضع هو ده اللي بيأهلك ان انت الفلسفة اللي شربتها لهم طول الفترة اللي فاتت تلعب به الله يفتح عليك خلينا بشكرك شكرا جزيلا خليفة نورت الدنيا شاب بشكرك شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر بكرة ان شاء الله هنكون مع حضراتكم بعد المباراة مباشرة يعني مباراة الحكم بيسفر يعني بقى هنطلعين على الهوى بدعي ودعو معايا ان انا عايز اطلع مع حضراتكم بكرة سعيد ومبسوط وفرحان وفخور بمنتخب بلدي وان شاء الله ده هيحصل بإذن الله شوفكم يا رب على الفير